لم يترك القصف الأمريكي الأخير لميليشي النجباء وكلاء إيران في حالة إرباك أمني فقط وإنما أدخلهم في حالة فوضى من التصريحات وتضارب المواقف وكأن شعارات المقاومة تلاشت ولبس زعماء الميليشيات ثوبة دبلوماسية وكما جرات العادة بعد كل ضربة أمريكية مؤثرة يستعجل بعض زعماء الميليشيات بالتهديد والوعيد والمطالبة بإنهاء الوجود الأمريكي وعلى إثرهم تسارع هيئة ميليشي الحشد بإصدار بيانات مضادة خوفا من أي تهور يجر عليها الويلات هيئة ميليشي الحشد قالت إنها جاهزة للرد على الضربة الأمريكية لكنها رمت الكرة بملعب السوداني وجعلت أمر التحرك بيده الأمر الذي رأى فيه مراقبون تهربا واضحا لعلمها أن السوداني لا يمكن له ولا يريد أن يتخذ قرارا تصعيديا ضد واشنطن قضية الممانعة والمقاومة التي أصبحت أشبه بالنكتة بحسب مراقبين تعود بالذاكرة إلى التصريحات المتناقضة لقيادين بالميليشيات عند كل قصف أمريكي ولسيما منذ مقتل قاسم سليماني فهذا النائب عن ميليشيا حزب الله حسين مؤنس الذي خرج مهددا القوات الأمريكية ومطالبا بإغلاق سفارة واشنطن هو نفسه الذي رفض استهدافها سابقا واعتبرها بعثة دبلوماسية لا يصح استهداف أي بعثة دبلوماسية لأنها محمية وفق القوانين الدولية وبالتالي لدينا بلد هذا البلد كنا نبنيه كذلك معاون أركان هيئة ميليشيا الحشد ياسر العيساوي سبق أن نفى صلتهم بقصف القواعد الأمريكية لا أبدا وليس بمستوانة يعني نحن دارنا نعمل مو هذا عملا يعني ممكن نزيل القواعد خلال أيام عدة ضربات جعلت الميليشيات ترمي ثوب المقاومة فكيف لو ازدادت الوتيرة وخصوصا أن مستشارين أمريكيين يرون هذه الضربات غير كافية ويتحمسون لرؤية المزيد ترجمة نانسي قنقر